لن يكون القلب سليماً حتى يسلم من الشرك والرياء والنفاق يبقى الإخلاص أما الحاجة لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت السلام طبعاً أخلص أخلص دينك يكفك القليل من العمل السلام طبعاً عشان كده النبي وعد بالجنة للي يقول لا إله إلا الله خالصاً من قلبه طلع من جوه أهلي تدخلوا الجنة تقول لي أصل وفصل شو سبحان الله الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عدة نقاط اتكلمنا عنها في سلامة القلب يعني بدأنا فيها بالإخلاص واتكلمنا حاجات كتير مش عايز أعيد عشان نتكلم في الموضوع بتاعنا النهار طيب سلامة القلب القلب السليم ده هو قلب مش ممتلئ بالغيز أو الحقد أو عايزة شفف حد والله ما نسيب والله لا أعمل فيه سبوني والله أنا مليان ألبي لا 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 طيب بس هنعمل إيه يعني قل ربنا بقول في القرآن قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ما هو اللي في الأرض دقول ملائكة كان ربنا يبعث لنا رسول ملك برضو بس احنا مش ملائكة فاحنا فينا نوازع طبيعية يعني فينا الأنا فينا حظ الشيطان شوف إزاي عشان كده لازم نجاهد النفس طبعا إني بتليته بأربعين كل إنسان فينا مش أنا مش أنا كرمضان باز إني بتليته بأربعين ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليسه والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي شوفت فدول أربع أعداء عندنا مطالب أنا وحضرتك إن إحنا نجاهدهم عشان ننجو شوفت؟ طيب فإحنا عندنا نوازع بشرية بغضب وبدايق وبزعل وبضغوز وارد الشطرة بقى إن أنا دايما شغال على نفسي وبمرن نفسي مش كل واحد فينا هيتويلد حليم محسن بيعفو عن الناس متسامح ما بتجيش كده الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم لازم نمرن نفسي قويس قوي